السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي طلاب الثانوان العامة أهلا بكم في حلقة جديدة من مراجعات اللغة العربية قدمها لكم مستر محمد شادي من موقعنا موقع اليوم السابع إن شاء الله النهاردة هنراجع في الحلقة دي عندنا حروف الجر معروف إن هي حروف الجر عندنا حروف عاملة وحروف غير عاملة أو حروف زائدة وحروف شبيهة بالزائدة هنراجع الباب ده والجزئة دي مع بعض النهاردة ولو في وقت في حلقة النهاردة هنكلمكم عن علامات العرب نبدأ مع بعض كده هنعمل تأسيمة كده الحروف الجر حروف الجر عند حروف أصلية أو بنسميها حروف عاملة وعند حروف جر زائدة وعند حرف جر شبيه بالزائدة حرف الجر الأصلي العامل احفظوا أربعة من وإلى عن وعلى من إلى عن على في باء كاف واللام من إلى عن على في والباء والكاف واللام وعند من ضمن حروف الجر برضو حتى ممكن يبقى حرف من حروف الجر إذا كان بعديه اسم مجرور وكان بمعنى كلمة إلا زي ما ربنا قال في الكرآن الكريم سلام هي حتى مطلع الفجر حتى مطلع الفجر أي إلى مطلع الفجر ضمن الحروف اللي بتجر الاسم بعدها حروف القسم وهي الوا والباء والتاء والله بالله طالله ما بعد القسم اسم مجرور خلاص برضو أنا عندي خلا وعدا وحاشا خلا وعدا وحاشا إذا كان بعديهم اسم مجرور يبهم حروف جر إذا كان بعديهم اسم مجرور يبهم حروف إيه؟ جر طيب حروف الجر الزائدة بقى البق ومن والكاف لهم اللي هنا بس هنعرف امتى يكونوا زائد الشبيب الزائد الحرف ربا حرف جر شبيب الزائد نعرف ما بعده مبتدأ طيب دلوقتي هنقول حروف الجر الزائدة او الحرف عند البق امتى البقى يكون حرف جر زائد اذا جي في جملة فيها كفا او التعجب افعل او جملة تبدأ بما او ليس احفظهم كفا افعل ما وليس طيب لو جتل يعني لاحظ معايا لاحظ معايا كده هقول كفا ادي البقى هي بالله وكيلا كده دي حرف جر زائد جاي معا كفا طب وما بعد البق معا كفا وافعل ما بعد البق نعرفه فاعل مجرور محلا آسف فاعل نعرفه فاعل مرفوع محلا مجرور لفظا فاعل مرفوع محلا مجرور لفظا فاعل مرفوع محلا مجرور لفظا طيب نفس الكلام مع افعل هنا قالك كفا بالله قالك اجمل بالسماء نفس الكلام البقى حرف جر زائد والسماء برضو فاعل مرفوع محلا مجرور لفظا إبقى إذا جاءت البقى مع كفا وافعل فيا زائدة وما بعدها يا عرب فاعل وإذا جاءت البقى مع ما وليس برضو يبقى حرف جر زائد وما بعدها خبر ناخد مثال بسيط نقول مثلا ما وما ربك اهو بظلام للعبيد لما تجي تعرف بظلام هتقول للبقى حرف جر زائد وظلام خبر لما نفس الكلام ليس هتقول لي ليس المؤمن بلعان بكذاب البقى حرف جر زائد ولعان وكذاب خبر ليس يبقى البقى زائدة مع الاربع كلمات دول طيب إمتى تكون من حرف جر زائد إذا جي بعدها اسم ناكرة وهي سبقها استفهام أو نافي إزاي لو أنا قلت مثلا هنا هل من خالق غير الله خالق وهل هذه الاسم ناكرة اهو وهذه الاسفهام هنا من حرف جر هنا زائد أو قلت ما من أحد مثلا يحب الكذب أنا عندي أحد ناكرة وما نافي يبقى دي حرف جر ايه زائد أما الكاف حرف الثالث الزائد إمتى الكاف تكون زائدة لما تيجي مع مثل في خبر ليس لو أنا قلت مثلا على سبيل المثال ليس كمثله شيء كده الكاف زائدة ومثل خبر ليس طيب وبكده تبقى خاصة حروف الجر الزائدة دلوقتي حبيبي هنتعرف على المضاف إليه وإزاي نعرف مضاف إليه المضاف إليه من الأسماء المجرورة بعرف إزاي يعرف مضاف إليه واحد يتلاقي اسمين جنب بعض اسم ناكرة وجاي بعديه اسم معرفة يبقى هاعرب الاسم المعرفة ده مضاف إليه إزاي أقول لك مثلا هذه بلاد العرب بلاد اسم ناكرة والعرب اسم معرفة يبقى العرب مضاف إليه كنت مغمض مضاف إليه طيب هذا صيد صيد يعني شهرة حضارتنا طيب صيد اسم ناكرة وحضارة معرفة يقول لي معرفة إزاي يقول له بالضمير ودي معرفة بالألف واللام عشان كده هنعرف ديه برضو مضاف إليه خلاص ذهبته إلى بيتي هذا المعلم طب ما هذا اسم معرفة وقاب ليه اسم ناكرة يبقى هذا مضاف إليه يبقى ناكرة بعدها معرفة مضاف إليه ممكن ناكرتين تبقى مضاف إليه يعني ممكن يجيب لي ناكرة وناكرة وتبقى التامية مضاف إليه إزاي لاحظ كده لما قول هذا طالب علم مش معنى ناكرة وناكرة يبقى ناكرة لأنا عندي هنا إضافة لأن الناكرة لازم يصف مع قبله مضاف إليه طيب القاعدة التانية في المضاف إليه نحفظ الكلمات دي بعد كلمة كل كلمة جميع كلمة نفس كلمة عين وكلا وكلت وذو وذا وذي وغير وسوا وقلو وقلي بعد الكلمات دي مباشرة وإذا كان في ألف ولام أتعريب لي مضاف إليه طيب لو كان منصوب أتعريبه تمييز يعني أنا قلت مثلا هذا أحسن حالا لا ده منصوب إذا تمييز مش مضاف إليه أنا بقول لازم يكون يا مجروري في ألف وإيه ولام زي مثلا هذا أفضل الناس كده الناس مضاف إليه أو أنت خير رجل كده ده مضاف إليه طيب بعد الظرف غالبا مش دايما بعد الظرف غالبا مضاف إليه إزاي بقى لو أنا قلت مثلا بين الناس بين الناس قارب الناس مضاف إليه لأن اسم جاي بيكمل الظرف خلاص طب لو جاني اسم أو ظرف واتصل به ضمير الضمير نفسه ده مضاف إليه إزاي هقول مثلا بيتك الكاف دي مضاف إليه متصل بإسم بيننا الناس دي مضاف إليه يبقى أنا عرفت دلوقتي قواعد المضاف إليه وعرفت حروف الجر الزائدة وكده بمعظم المجرورات في العربي خلصت اتعرفنا حبيبي في الحلقة بتاعتنا على حروف الجر الزائدة والشبيه بالزائد وعندنا حروف الجر الأصلية وتعرفنا على المضاف إليه تعالوا دلوقتي نشوف بعض القواعد اللي بتيجي في الامتحان مهمة برضو زي قاعدة كلا وكلتا كلا وكلتا اسمها إذا جيب أعديهم اسم تعرف الاسم ده مضاف إليه زي ما نقولت لكم من شوية وكلة وكلتا تعرف حسب الموقع لكن علامات العرب بتاعتهم علامات مقدرة وخليني بعد شوية أقول لك يعني علامة مقدرة وعني علامة ظاهرة تعالوا نشوف كده هقول لك مثلا جاء كلا الطالبين حسب القاعدة بقى يعرف للطالبين الطالبين هنا تبقى مضاف إليه وكلة تعرف حسب الموقع تعرف فاعل أما تحب تقرب كلا وكلتا دول بسميهم حرمية الإعراب ليه عايز تعرفها خب كلا وكلتا ويعرف ما بعدها كأن الجملة جاء الطالبين فهتقول جاء فاعل والطالبين فاعل الطالبين إيه فاعل شيل إيدك يبقى هي دي اللي فاعل عشان دي تبقى مضاف إليه يعني كأني بقعرف دي وبديها لتلمة كلا خلاص طيب إيبا أنا عندي دلوقتي عربتها فاعل والفاعل دايما بيكون إيه مرفوع ودايما المرفوع بيه بالضمة بس هنا نقول ضمة مقدرة بقى كلا وكلتا العلامة مقدرة طب لو أنا قلت مثلا سلمت على كلا طالبتين قارب كلا كلا اسمي مجرور عشان على والطالبتين مضاف إليه طب مجرور بايه بكسرة بس كسرة مقدرة طب لو أنا أقول مثلا جاء كلا الطالبتين قارب كلا كلا برضو هيبقى فاعل ولكن فاعل مرفوع بضمة مقدرة طيب دا لو كان جي بعد كلا وكلتا اسم قلنا العلامة بتاعتهم تبقى علامة مقدرة طب لو جيه كلا وكلتا واتصل بيهم ضمير مناسب ساعتها هيكون الإعراب بتاعتهم هي إما حسب الموقع إما يتقربوا توكيد معنوي طب وعلامة الإعراب بتاعتهم وعلامة الإعراب إعراب المسنة يعني أنا أخذ مثال دلوقتي عشان نفهم إمتى توكيد لو حذفوهم لا يؤثر طب نأخذ مثال هقول لك الطالبان كلا هما ناجحان الطالبان كلا هما ناجح ركز معايا الطالبان أدي كلا ومعاهلها الضمير مع بعض تعال نجرب نشيلها الطالبان ناجحان طالما حسفوهم لا يؤثر نقربهم توكيد يبقى كلمة كلا هما دي تعرب توكيد طب تعرب التوكيد إزاي التوكيد من التوابع حسب القبلي الطالبان مبتدأ مرفوع يبقى كلا هما توكيد مرفوع طب مرفوع بايه قلت يتعرب إعراب المسنة يعني مرفوع بالألف المسنة يرفع بالألف وينصب ويجر باليان الطالبان كلا هما ناجح ادي كلا هما كلا مع الضمير بس ما قدرش يحزفها الطالبان ناجح ما ينفعش إزاي هنا تعرب حسب الموقع التعرب هنا مبتدأ تاني يبقى أنا عندي قاعدة كلا وكلتا إذا اتصل بهم ضمير إعرابهم على حالتين إما توكيد معنوي لو حسفهم لا يؤثر إما حسب الموقع وعلامات الإعراب علامات مقدرة نشوف دلوقتي ايه معنى علامة مقدرة وعلامة ظاهرة نختم بها حلقة النهار حبيبي عرفنا قاعدة كلا وكلتا وإنه بيتعربوا إما إعراب المثامنة أو ييتعربوا بعلامات مقدرة عايزين نعرف يعنيه علامة مقدرة وعلامة ظاهرة برضو في المراجعة بتاعتنا هنقول كده مع علامات سريعة عن علامات الإعراب علامات الإعراب للإسم خلي بالك مش الفعل نقسم علامات الإعراب إلى علامات أصلية وعلامات فرعية العلامات الأصلية اللي احنا حافظينها اللي هي الضمة والفتحة والكسرة والسكون في الفعل أما العلامات الفرعية إن انت تقول مثلا مثنى مرفوع بالآلف الكلمة دي مرفوع بالواو ليه؟ لأنها جمع مذاكر سالم منصوبة مش عارب بإيه هو ده أي شيء غير الضمة والفتحة والكسرة اسم علامة فرعية ولذلك لما يقول لي طلع اسمه عارب علامة فرعية أدور على مثنى أدور على ملحق به لاثنان واثنتان وكلا وكلتا مع الضمير أدور على جم مذكر سالم أو ملحق من ملحقاته أدور على الأسماء الخمسة دي كلها علامة فرعية بقى الأسماء كلها علامة إيه؟ أصلية وعندما تنساش إن جمع المؤنة في السالم ينصب طبعا يرفع بالضمة وينصب ويجرب إيه؟ أيوة تمام ينصب ويجرب الكسرة خلاص؟ طيب تعال معي دلوقتي العلامات الأصلية هنقسم العلامات الأصلية إلى علامات ظاهرة وإلى علامات مقدرة العلامة المقدرة تقدر على حرف العلة تقدر على حرف العلة يعني مثلا لو أنا قلت كلمة مثلا دنيا لما تيجي كلمة دنيا مرفوعة أقول مثلا هذه دنيا ده مبتدأ وده خبر مرفوع لا يمكن أقدر أنت اتضم أدي معنى كلمة مقدرة مقدرة ما أقدر شنطة اتضم والفتحة الكسرة في آخر الحرف في آخر الكلمة لكن العلامة الظاهرة أقدر يعني أنا قلت مثلا إيه؟ هذا معلم ممكن قول معلم معلم ضميت وأظهرت سلمت على معلمي على معلم على المعلمين وهكذا يبقى كلمة ظاهرة يعني بنت اتضم والفتحة الكسرة في آخر حرف في الكلمة لكن مقدرة ما قدرش أنطقها قدرت على حرف العلة زي كلمة الدنيا ولا زي كلمة الأخيرة ألف العلامة بتاعتها علامة مقدرة سواء في الرفع أو في النصب أو في الجن لكن لو كان معتلة بالياء زي مثلا ساعي خلاص تقدر العلامة في حالة الرفع وفي حالة الجن خلاص فأنا عندي أبا فام يعني مقدر وعني إيه؟ ظاهر كده علامات العراب للإسم بمجملها السريع خلصت وبكده نكون وصلنا لنهاية الحالة بتاعتنا النهاردة عرض سريع لبعض الحاجات والنقاط المهمة في النحو شكرا لكم لحسن استماعكم إن شاء الله قابلكم في مراجعة تانية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته